تحياتي اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب بتكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم ماريا من قناة كلام نفس النهر ده هنعمل الملوخية المجمدة بطريقة بطريقتنا الصعادية تحفى عشان نطلع طعم تحفى جدا وقوام زي ما انت شايفة متماسك كده وليه مطة كده وبصوا يعني شمخة الملوخية الصعيدة بقى هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهنقول على كل التركات اللي تخليها يعني طعمها تحفى معاكي بالرغم من انها مجمدة آآ بس برضو هتطلع احلى من الطوزة طبعا عملتها معاكم في حلقة الحمام نزلت حلقة الحمام هسيبها لك في صندوق الوصف وتظهر لك في حرف الاي كمان بجد كانت تحفى جدا ياريت قبل ما دخل الحلقة اه ما تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللاكات الكتل للفيديو ويلا بينا على احلى حلقة عندي هنا طبعا الحلة اللي هعمل فيها هنزل عليها بمعلاقة سامنا بلدي وفصن مستيكا لازم سامنا بلدي يا بنات وفصن مستيكا بيدو ريحة حلوة ومعلاقة حوالي يعني معلاقة كده توم توم مفروم مع فلفل حمي طبعا القاعدة بتاعتنا هنشوح كده مش هنحرق التوم هنخليه بس يصفر معنا هنزل عليه بقى ايه بحب الطماطم واحدة مبشورة بتخلي الطعم تحفى خرافة زي ما انت شايفة هون هنقلبها كويس لحد ما حسات سبكت كده واخدت ريحة وطعم التوم زي ما انت شايفة بالزبط تمام وتابعا عندي شربة الحمام التحفى اللي عملتها معاكم في الحلقة والدنيا مزبطة جدا معايا هنزل بقى ايه عندي نص الكيلو المجمد ده انزلي عليه الاول بكوبايتين حوالي كوبايتين شربة بس انا طبعا بعمل بالنظر وعارفة بس انت لو مبتدأة وبنوطة صغيرة اعملي كده كوبايتين شربة ولو عزتي بعدين ضيفي وبعد ما تغلي ضيفي عليها اللي هو ايه قالب الملوخية المجمد عندك تمام انا مش مفرزها كمان دي مش ترياها متجمدة تمام بعد كده اه هنزل عليها حوالي بصي بربع معلقة اه بيكاربوناتو اللي هنش هادر يا بنات تمام علشان تحفظ لي على لونها الاخضر ما تتاكسدش معايا يعني ربع معلقة او اقل كمان وهنزل عليها برضو باقل من نص معلقة سكر الطعم السكر هنا تحفى خرافة جدا بيدي طعم حلو جدا مع الملوخية تمام كده معايا وهتحطي الملح والفلفل الاسود بتاعك عادي خالص وهحط حوالي معلقة تم تاني معلش هنستخدم كمية تم كتيرة بس هي الملوخية كده بتحب التوم جدا ومش هغطي عليها ولا اي حاجة هسيبها كده اه لحد بقى ايه ما اه تبدأ تنمل معايا كده هنحط طبعا الفلفل الاسود والملح بتاعنا خد بالك من الملح لاني طبعا الشربة فيها ملح طبعا هتحسي ان الشربة دسمة جدا طبعا شربة الحمام دسمة جدا فتحسي لون الملوخية مش الاخضر الجامد اللي انتي يحطها في دماغك وما تنسيش انها كمان ملوخية مجمدة وكل ما تبقى الشربة دسمة يعني مسلا شربة بط شربة حمام دسمة جدا فالدسامة بتاعت البط والحمام اصلا بيبقى على وش الشربة كده طبقا لونها مسفر فطبيعي مش هيديكي الا اذا شلت كل الدهون دي طبعا وشلت كل الدهون فقدت الطعم المميز للشربة الحمام او البط تمام بصي بدأت كده تنمل معايا يعني بدأ الغلايان كده بسيط جدا اوعد خليها تغلي وتقلب كده وتغلي تغلي تغلي لا هتمرر معاك بدأ الغلايان البسيط ده اللي انتي شايفها شايفها اهو بالزبط كده انا بحاول اخلي البنت تتقرب الكاميرا علشان تشوفي انتي الغلايان بتاعها اهو بس كده روح نشيلها من على النار على طول كده على طول وتعلي نعمل التقلية بتاعتها هنجيب طبعا سامنا بلدي يعني شربة حمام وسبنا بلدي بعيد عن الدايتة خالص وهننزل بمعلقة كبيرة توم تاني وبعد كده هنشوح التوم كويس جدا اه لو عندك كزبرة خضرة حلو جدا قطعيها صغير واستعمليها معك كزبرة النشفاء اللي اتنين مع بعض بس انا المرة دي ما كانش عندي بصراحة كزبرة خضرة بس بتفرق وبتدي طعم طحفة طحفة فاستكفت بالكزبرة النشفة عندي وملح وفلفل اسود خدي بالك من الملح بكرر كتير تمام وبشوحهم كده مع بعض لحد ما الكزبرة تحسيها تحمصت كده وطلعت راحتها مع التوم تمام كده وزي ما بقولك في المحالة دي لو عندك كزبرة خضر قطعها صغير جدا نوضفيها طحفة وانزلي بقى التقلية بتاعتها الملوخية زي ما انت شايفها وشمي بقى الرواحة التحفة جميلة جدا هتقلبيها كده وكل ده والملوخية مطفى عليها خلاص انتهى الملوخية متتحطش على النار تاني تمام كده وبعد كده هاخد كبشة كده حلوة وطبعا هحط في ايه بقى في طاصة التقلية علشان اخد كل الطعم والدسامة اللي كانت بصي بقى الجمال تحفة ولا القوام تجنن زي ما بقى لك اللي انا الاخدر الجامد طبعا دي آآ ملوخية مجمدة ومش انا المجمدها كمان مشتريها كده فا وكمان ده سامت شربة الحمام وصي بقى القوام ولا تركت المستكة والطماطم يا بنات وتركت انك تضيف الطعم على تلات مراحل بجد تحفة جدا جدا اوعدك هتاكلي احلى ملوخية سعيدي مجمدة او طازة بقى تخيلي بقى الخطوات دي على ملوخية طازة ومصرية طازة يعني توديك في حتة تانية طبعا بصي بقى الجمال وزي ما قلنا احلى تلات شربات تعملي بهم الملوخية ضاني حمام او ارانب والبط برضو حلو بس الحمام ليه مزيزة كده يعني طعمه مختلف مميز جدا بصي قوامها تحفة ازاي جنبها بقى انا عملتها مع الحمام جنبها انت بقى عيش مع مع رز طبعا مع سلطة ودمار بقى ودن قطة ودينة وحشنا بقى العيش المصري الجميل اه اتمنى حبيبتي اه لو وصلت معا لحد هنا بتنسيرش باشتراك وتفعيل زر الجرس والليكات الكتير للفيديو عشان ترفع وشوفه غارك وهتوحشو